بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه في البدء أشكر للأغتهاد التقديم الضافي وهي في الحقيقة تريد أن تضع المتتبعين المتتبعات في السياق وأنا أقول أن الموضوع الذي نتحدث فيه وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحقيقة ليس موضوعا أو مشروعا فقط للمستقبل هذه الجمعيات النسائية التي تقوم بمثل هذه المبادرات القيمة هي تمارس هذا الفعل تأمر بالمعروف واتنع المعروف وأنا أظن أن لغة العصر وأسلوب العصر أصبح يقتضي هذا النوع من المداخلات هذا التجمع النسائي من جهة تجمع الرجالي الشبابي من أجل أن يعنى كل فئة بجزء من هذا الذي يهتم به المجتمع فطيب جدا أن تكون لهؤلاء الإخوات هذا الإصرار وهذا الحرص على الالتقاء وعلى التواصل من أجل إيصال الكلمة نحن لا نناقش أحدا لا ندخل مع أحد في توترات يريد البعض أن يفرضها في الساحة لا نريد أن نقول كلمة للذين لهم استعداد لأن يسمعوا وأن يفهموا وهؤلاء هم الذين ينتظرون والذين يستنيرون بما يقائلهم وهؤلاء الذين يتبعون أحسن القول ويأتمرون به الموضوع الذي طرح هو موضوع كبير هو موضوع خصيصة الأمة موضوع وظيفة الأمة فميزة الأمة الإسلامية كما عرفها القرآن هي أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر كنتم خير أمة نخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر فالخيرية مقترنة في الآية القرآنية بممارسة الأمة لهذه الوظيفة الأمر والنهي معنى إذا تركت الأمة هذه الوظيفة لسبب من الأسباب وهناك من يريد لهذه الأمة أن تتخلى عن هذه الوظيفة لأنه يريد أن يزحزحها ويزيلها عن موقعها فإذا تخلت الأمة فإنها تفقد الخيرية التي وعدها الله به فإذن أقول إن سيمة الأمة وميزة الأمة الإسلامية هي هكذا أمة تقوم بهذا الواجب لماذا؟ لأن هذا الدين أريد له وأرد الله له أن يبقى ببقاء الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد قال بعثت أنا والساعة كهاتين أي هذا الدين سيستمر إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها فلا نتوقع أن الدين سينتهي في زمان ما لا يمكن أن نضع له أفقاً زمانياً يقول انتهى وهذا الوقت ليس وقت الإسلام لا وباقي حتى تنتهي الحياة فإذا كان باقي يجب أن يبقى بجماله بروائه بحقائقه أما إذا شوها وأزيل وألحقت به شوائب كثيرة فإنه لا يصلح لقيادة الحياة الحياة تكون قد تقدمت أكثر فمن مصلحة الأمة الإسلامية أن ترعى هذا الدين وتحافظ على نظارته وعلى جماله ليبقى الدين هذا الإسلام كما عرضه الله تعالى فهذه الوظيفة هي التي تحول دون أن يقع للإسلام مواقع لديانات أخرى الآن من السهولة بمكان ليس هذا من باب المزايدة ولا من باب الخلاف أن نقرأ تاريخ الأديان نقرأ تاريخ الأديان لأن بعض مرات الناس يكتفون بالعموميات أو بالمغلطات أصلا حينما يتحدثون عن الإسلام على أساس أنه دين ككل الأديان الباقي السابقة وده غلط كل دين في حد ذاته له كرونوجيا التغيير والتبديل كيف بدأ هذا الدين وكيف دخلته أفكار كيف تركت الأفكار كيف أفسدت الدين من أصله هذا أمر معروف عند جميع أهل الديانات كلهم حينما كانت هناك حركات صحيحية وإصلاحية في مثلا في المسيحية حينما ظهرت البروتستانية حينما قبلها الكالفانية كانت هي كلها محاولة لإرجاع الدين إلى أصله كما كانت ترى الأرثودوكسية شيء آخر والآن تنبت أديان جديدة في الأرض بعض الإحصاءات تتحدث عن وجود أو بزوغ دين كل يومين في الأرض ونحن لا نستطيع أن نحصر الديانات الكبرى معروفة ولكن الديانات التي تنبت هنا وهناك في أمريكا الجنوبية في أستراليا بعدد أنفاس البشر هذه الديانات الكثيرة النابتين هنا وهناك سيفرضوا نفسه لكن إذا كانت هذه الديانات الأصلية لا تعتني بنفسها كان أصعبها لا يعتنون بحقائقها لا يدرؤون عنها المفاسد فمعنى ذلك أنها ستمعي وسوف تفقد جدارتها في قيادة الحياة فلذلك كان المطلوب في هذه الأمة أن تبقى على الأصل الأولي والذي يؤهلها لهذا والذي يبقيها على هذا هو أن القرآن الكريم محفوظ إننا نحن نزلنا إليك نزل الدكرى وإن له لحافظون الله الذي نزل الدكرى ضمن حفظه بمعانيه بألفاظه بدلته فحينما تنحرف الأمة يبقى القرآن شاهدا ويبقى القرآن هو القيم وهذا أمر يميز الشريعة الإسلامية ويطمعن الإنسان على أن الدين لن يتغير إذن نحن مطالبون وجوبا بهذا الفريضة التي هي الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فريضة لها امتدادات متعددة هي فرض كفاية بمعنى أنه إذا تاركتها الأمة كلها وأطبقت على تركها فمعنى ذلك أنها تكون قد وقعت في معصية عامة مشتركة ويكون الجميع حينئذ آثما لا يكون فرض ليس العلماء هم من يكونون آثمين ربما يقال إن العلماء يكونون آثمين بسبب أنهم أهل العلم يمكنهم يتدخلوا فلم يتدخلوا صحيح ولكن العامة أيضا آثمة لأنها لم تشجع العلماء لم تدفع بهم لم تكونهم قبل أن يكون العلماء كانت الأمة الأمة هي التي تصنع العلماء تهيئ لهم الظروف تشجعهم توجدهم تخططوا لوجودهم ويبقى العلماء ولكن الأمة هي الأصل الأمة إذا تخلت لن يوجد علماء ويكون حينئذ الجميع آثما هذا التصور يجب أن نستدفع به منذ الآن ما نسمعه عن قضية الحرية الفردية نحن أحرار في نطاق جماعة نحن فعلا أحرار نفعل أو لا نفعل ولكننا أحرار في نطاق أمة هذه الأمة تحكمنا بقيمها بتصوراتها الشاملة ولا يبقى من حق أي إنسان أن يخرق تصور الأمة وإجماع الأمة وما التقت عليه الأمة هذا لا يمكن أن تقبل به أي أمة تريد لنفسها أن تستمر هناك الآن أمم وشعوب في العناوين شعوب سياسية ولكن هناك مضامين فكرية وثقافية لا تتنزل عنها أيهم الأمة التي هي الآن مسيحية هي مسيحية قد تكون لها عناوين أخرى ولكنها لا تقبل وهذا وفعل أن تصير الآن هم يتخوفون أن يكونوا مسلمين لماذا؟ لأنهم يحافظون على كيانهم المسيحي النصراني ولذلك دائما تكون التوجسات كثيرة ولماذا يهتم الناس بهذا الإسلاموفبيا لماذا؟ لأنهم يريدون استبقاء كيانهم مجتمعا إذن فإذا كنا نحن الأمة الإسلامية نريد أن نبقى أمة الإسلامية فمن حقنا ومن حق كل الشعوب أن تفعل ذلك نحن نرى هذا عند كل الشعوب عند البودين ماذا يقع الآن عند الهندوس ماذا نرى في الصين حديث الروهينجيا كل هذا من باب الاستعصام بالكيان بالدات لماذا فقط نحن الأمة الإسلامية يطلب منها أن ننحل وأن ننزاح لنمارس حرية لن تتحقق أبدا إذن فالحرية شيء ونحن نتعلق بها ونتعشق بها نتعشقها ولكننا نؤمن أيضا بالجماعة ونؤمن بالأمة التي يجب أن لا نصدعها يجب أن لا نخلخلها يجب أن لا نزيلها من الوجود هذه المعادلة فهذا الذي يريد مثلا أن يفطر في رمضان نحن نعرف وين كان يريد أن يفطر في رمضان ولكننا لا نعيب عليه فقط هذا نعيب عليه أنه يريد أن يتحدى الأمة هل من ضرورات الإفطار في رمضان أن تواجه الأمة وهم صائمون هل ضروري أن توجه صدمة للآخرين فرق كبير بين أن يكون إنسان مثلا لا يؤمن بالصيام ويدهب إلى بيته ويفعل ذلك أو يذهب إلى مكان مختفي ويفعل ذلك ولكن الذي يريد أن يناهض الفكر العام وفكر الجماعي ليس سلوكا حضاريا هذا أبدا لا عند المسلمين ولا عند غير المسلمين إذن فنقول نحن الأمة التي تحافظ على استقلال الأمة وبقائها وبقائها ويبقى هذا دائما مرتبطا بخدرتنا على النهي عن المنكر كلما ظهرت بدعة أو منكر مخل بالدين يجب أن نقوم بالواجب ليبخل إسلام إسلاما أما حينما نقول كل إنسان كما تقول بعض الشائعات كل واحد مسؤول عن نفسه هذه ليس من فقه إسلام والصحابة وأبو بكر حينما خطب أول ما خطب قال نبه الناس إلى أنهم يخطئون في قراءة آية عليكم ويجرن الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال الناس نمنوا أن الناس إذا اهتدوا فلا شأن لهم بالآخرين فقال لهم إن هذه الآية تنزلت في الإنسان إذا قاب بالمعروف ونهى عن المنكر ثم لم يهتدي الناس فليس لنا شأن به أي علينا أنفسنا أن نواجه أن نقول أن نتحدث ولكننا لا نذهب أبعد من هذا هذا المعنى ويثم حينئذ قال أبو بكر إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعذاب وهذا هو حديث أبي بكر وهو مثبت وأمس إذن فالفرق بين الحرية كما نفهمها نحن وممارسة الإشراف والانخراط في الجماعة شيء يجب أن يكون واضحا لا نعبت بتاريخنا وبمستقبلنا لا نشوش على سيروة حضارتنا كل الشعوب الآن إلى الناس الذين لا يفهمون هم الذين يتساهلون كل الشعوب الآن تلوذ بحضارتها وبثقافتها وبديانتها وهذا الصرع الموجود هو الصرع في الأساس على هذه المحاور إذن هذا المعنى الذي يقصده المسلم لن نتحدث عن تدخل وتحسف على الآخر لأننا نقول هذه فريضة لها شروط شروط أدائها حينما نريد أن نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر يجب أن نستجمع الشروط كذلك لأن لا يصبح لأن بعدما لا تصور بعض الناس هكذا أن من حقهم أن يخرجوا في الشوارع وأن يسألوا الناس وأن يعاقبوا الناس وأن يحاسبوا الناس هذا بداية الوهان لأن الأمر بالمعروف قائم على العلم بخطة الأمر بالمعروف هذا ليس للإنسان الفرد الإنسان ينصح ويدلي بدلوه وينصر ثقافته ولكنه لا يذهب أبعد من هذا لأنه لا يصير دولة في بعض المراحل المراهقة التي مرت بها هذه الأمة كان مجموعة من الناس يكونون تحت تأثير شخصا من الأشخاص ليس عالمين بالتأكيد فيخرجون ويحاسبون ويعاقبون هذا من أحكام الإمامة العظمى ليس إذا كان من حقك أن تعاقب وأن تقيم الحدود على الناس في الشوارع إذن فأصبحت إماما وما الذي يمنع آخر أن يفعل ذلك في جهة أخرى إذن هذه دخول في الفوضى فهذا سببه أننا اقتحمنا مجال الأمر بالمعروف والنهاية المنكر من غير تأهلين علمي لذلك أقول إن هذا الأمر الذي هو الأمر بالمعروف والنهاية المنكر يقتضي أول ما يقتضي العلم لأن ما هو معروف معناه أنك عرفته بمدى يعرفه الإنسان ما هو معروف إلا بالعلم ما هو منكر كيف يعرفه الإنسان بأنه منكر إذا لم يكن من أهل العلم إذن فلا بد أن نوزع أولا هناك أشياء ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة يمكن لإنسان أن يتدخل وأن يتحدث فيها في حدود ما يعلم مثلا يمكن الإنسان أن يتحدث مع الناس في الصلاة إذا رأىهم قد تركوا الصلاة أو تهونوا فيها يتحدث عن الزكاة إذا رأى الناس أضاعوا الزكاة يمكن للتجاري أن يقومها أو لا أن يقول التجار للتجاري يجب أن نخرج الزكاة والصيام كذلك حينما نرى الناس ربما أصبحوا يتهون لأن هذه قطعيات وواضحة أمور واضحة يعلمها من هو مسلم لكن الأشياء التي هي من دقاء التديني ومن حقائق التديني أو من باب التفسيري أو من باب الفقه هذه تترك لأهلها وإلا فإن تجلب للناس ضررا كبيرا قد تريد أنت مثلا أن تأمر بشيء أو تنهى عن شيء وأنت لا تعلم سنده فنحن نعلم أن الناس مثلا في تدينهم اختلاف ليست اختلاف في الجوهر لكن اختلاف في مآخر فيما أخذه الناس مثلا هؤلاء أناس لا يقرؤون بالبسملة في الفاتحة وعندنا عندهم فقه وكريه بسملة تعوذة وعندنا أناس آخرون كالأحناف يرون وجوب البسملة في بداية الفاتحة هذا فقه انتأصل وانتهى وصرف الناس فيه جهدا كبيرا لو قرأنا في هذه الجزئية ما كتبه أبو بكر بن العربي في إحكام القرآن لكالذلك شيء ماتعا وجميلا وهو يرد على الشافعي ويرد على الشافعي وكذا وهذه مذاهب لماذا نعيد الحديث فيها من جيد فإذا ذهبت إلى مسجد فوجدته مثلا لا يقرأ بالبسملة فلا تنكر عليه لأن ذلك مذهب قائم وإذا كنا نقوم بمعنى أن نستعيد صناعة الفقه من جديد والتاريخ من جديد هؤلاء لهم أدلتهم والآخرون لهم أدلتهم ولكلما كان هناك علم كان هناك احترام وإذا ذهب العلم دائم يأتي الفوضى والتدخل في الناس بغيرها إذن فلا بد من العلم الشرعي الذي يعطينا ما هو يعرفنا ما هو منكر وما هو معروف هذا الأول ما هو المعروف الآن المعروف ما عرفته الشريعة الإسلامية والمنكر ما أنكرته إذن فدائما نعود إلى العصل أننا نلوذ بالشريعة بالأصل والكتاب والسنة ونحتكم إليهما فإذا لم نحتكم إليهما سيتسع الخرق وسوف نختلف اختلافا كثيرا إذا كان الإنسان يتحدث عن الأشياء من مرجعيته خاصة استجلبها من جهة أو من وحي فكره هو لا يمكن أن يلتقي الناس معه بهذا الطريق وإلا سيكونون كأنما ألغوا عقولهم لصالحه هو فلذلك لابد أن يكون المشترك المرجع المشترك الكتاب والسنة ليقع الاتفاق وليألا يقع الشدود والخصومة والخلاف هذا أمر طبعا إذا جهل الناس هذا ماذا يقع لهم أنهم ينهون عن معروف ينهون عن معروف ويأمرون بمنكر وهو ما أصبحنا نرى الآن عليه كثير من من وسائل التواصل أي شخص ليس لك صلة بالشريعة الإسلامية ليس قادرا على أن يعود أصلا لا يستطيع أن يعود إلى كتاب حديثي مثلا المصادر ليست المعلومات فيها طافية فوق السطح لا إنك مصادر هذه المصادر لو جمعتها لكان لك فيها قول ما هي الكتب التي الصحاح التي اتزمت الصحة وسلم لها العلماء ذلك فترى البخارية مثلا ومسلما وموطأ مالك وترى مثلا صنفا آخر كتبا أخرى فيها صحيح كثير ولم يسلم لها العلماء بأنها صحيحة وحينئذ تأتيك كتب أخرى ومنها المساند فهذه التصنفات في الكتب مجرد تصنفات تحتاج إلى علم تحتاج إلى معرفة فإذا كنا بأمناتكنا ندخل في نقاش فقد آتي بالحديث مثلا من البخاري والبخاري كما يعلمه الأمة وأجمعت عليه الأمة هذا ليس في حاجة للفراد والإجماع لا ينقض بإجماع فرضا عن أن ينقض برأي شخص واحد ليس من أهل الإن هذه مسألات هذا سقوط إذا كان إنسان ليس له سلاة ثم ينقض إجماعا فإحنا نرى أن البخاري إذا روى الحديد كما تسمعه من رسول الله قاله الأتبات وقاله المتخصصون ما قال العلماء طبعا هناك طائفة من الناس لم يعجبها هذا لأن البخاري أغلق عليهم السبل ولأنه منعهم من كثير من الهفوات التي كانوا فيها كانهم يكونون حاقدين على البخاري هذا مسألة معروفة وحاقدهم من قبلي على أبي هريرة وكتبوا عنهما كتبوا ما هؤلاء يصنعون الحقد يصنعون الحقدة لا يصنعون العلم أبدا إذا نقول إذا كنت أناقشك من خلال كتاب البخاري أو مسلم أو كتاب حديث فيه إجمامة بين البخاري ومسلم تؤد ما تأتيني بكتاب مثلا بحديث ورد في مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني فالأمر ليس متساوين إلا عند من لا يعلم أنا أذكرك أن الآن في جبل عالي وأن تتحدث في كتاب ليس معدودا مثل هذه الكتب فلذلك لابد من إعادة الاعتبار للمعرفة لنخرج من هذه الورثة وإلا يمكن إنسان يأتيك بدقائر الأخبار ويناقش بها البخاري ومسلم كتاب من الكتب التي لا تعتبر أصل الكتبا في الدين يمكن أن يأتي سمعها بها لماذا كنا نقول إن المفتية حينما يفتي من كتاب لا بد أن يعرف عنوانه ولا بد أن يعرف راوية لأن الأشياء تلتبس وتختلط ولكن حينما يكون الإنسان بعيد أنا أسمعه بعض المرات أشياء فأقول هذه تدل لا تدل على العلم بقدر ما تدل على الجهل وبعض المرات نحن لا نتحدث عن الجهل بعض المرات نتحدث عن تدوير الجهل روسيكلاج دي الجهل معناه أحد كلمة خاطئة يعود لأحد أقراء يعود لأحد أقراء يعود لأحد أقراء معناه أنك غائم ليس لك مخرج تدوير الجهل أنا في نقاشات أنا تحدثت أو أسمعه الآن هذا أصبحت موضة أن عمر بن الخطاب أسقط متى حد سرقة هي كذا نحن نقول لهم ليس لي عمر أن يسقط ولا هو يشرفه أن يقال عنه هذا أبدا لأن الحد وضعه الله وعمر ليس إلها إنما عمر يتفاعل مع الحكام الشرعية حينما تأتي مثلا أنت أو يأتي إلى الآن إلى محكمة قاضي تحقيق أو كذا ولم يكيف بعد هذه الجريمة فيسأل هذا وذلك فيأتي مثلا ثلاثة ضبطوا متهمين بالسرقة مثلا هل كلما أوتي إنسان وضبط على والتهم بالسرقة كان واجبا أن يجري على الله ينظر هل تفتت السرقة هل فعلا سرق هل كان مضطرا هل كان في صوابه عقله هل هو مختل عقلي كذا حالات كثيرة فإذا هو مثلا لم يقم هذه العقوبة على ثلاثة أشخاص لأن أحدهم كان متخلفا ذهنيا والآخر كان مضطرا والثالث كان جاهلا أو له شبهة مثلا فأطلق سراحهم واستبقى ثلاثة آخرين هل يقال إن هذا القاضي عطل القانون لا هو فع على القانون حكم القانون عمر فحكم القانون القانون الذي هو أن الحدود تدرأه بالشبهات وهو أن الضرورات تبيح المحضورات هذه التي كانت تملأ عقلها ما كان عمر متوجها إلى أن يكون هو ملغي للشريعة لو كان من هم عمر أن يفعل هذا لكانت أحكام كثيرة عطلها لماذا تأخذون مسألة واحدة لأنكم لنتفهموا سياق أنتم تتصوركم بمجرد أن يتهم شخص يجب أن ينفعل لا لابد أن نحيل إلى القضاء والقضاء ينظر فإذا هو فإذا هو عفى عنه ولم يواخذه للاعتبار من الاعتبار لا نقول بأن هذا الشخص قد عطل القانون يجب لا هو فعل قانون القانون يجب أن يتطبق تطبيقا إنسانيا كما فعل عمر مثلا لذلك أقول إن هذا الجانب مهم جدا وهو جانب المعرفة الجانب الآخر الذي يجب أن نهتم به ونحن نأمر بالمعرف ولا 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 يهتم به كثير من المتحدثين وهو أن هناك أمور خلافية كان عندنا نحن المسلمين كنا نعرف كيف نفكر كان عندنا علم يسمى علم الخلاف العالي علم الخلاف العالي أي المذاهب اختلفت لماذا اختلفت المذاهب ليس رغبة ولم لا يمكن أن نقول إن هذه المذاهب كما قال قد فرقت المسلمين أبدا المذاهب جماعة المسلمين لم تفرقهم لو كنا بلا مذاهب لفرقتنا عقولنا وآراؤنا واختياراتنا الشخصية فعلا لكننا نحن كنا نكون المذهب ما هو المذهب ما هو المذهب المذهب هي مجموعة من قواعد الاستنباط تتفق عليها جماعة فتكون هي أساس المذهب المذهب ليست فريعات ليست الفروع ليست لا هي القواعد العامة ماذا مذهب مالك ماذا يميز أن عنده أصولا ومذهب مالك هو أكثر المذاهب أصولا عنده 16 أو 17 أصلا فهو يحتكم إليها وبها يتحرك وبها يتصرف أما الجزئيات فيختلف الفقهاء فيما بينهم مالك عنده تلاميذة من مذهبه خالفوه يحيى بن يحيى ليثي هو أهم تلاميذة مالك الذي جلب الموطة كان يخالفه في بعض الأشياء كان يخالفه في القنوط وخالفه في أشياء ولكن لم يكون يحيى بن يحيى مذهب ما الذي منع كان يمنع يحيى بن يحيى أن يؤسس مذهبا آخر ما الذي وهو رجل علمي كبير ابن القاسم ابن القاسم له اختلاف مع مالك في نحو عشرين مسألة ومعروفة هذه المسائل وفيها كتاب كتاب التوسط كتاب التوسط توسط بين مالك فليس التلميذ مالك معنا دائما ملتزم بجميع قول ولكنه يكون ملتزما بأصوله بالأصول الاستنباطية الاجتهادية يكون نحن الآن مثلا نقول بالمصلحة المرسلة فيأتي أناس من بعيد إذن فيجب أن نقول بأن كل شيء يبدو لنا فيه أنه مصلحة فيجب أن أبدا ما قالوا لها لعلماء ولا فخ لأن كل واحد إذا حكمت المصلحة بهذا المعنى يصبحوا كل شيء هذا الذي يقطع الطريق يقطع الطريق على الناس يسرق الناس عنده مصلحة أنا مصلحة تنعيش هذا الذي يبيع الخمر عنده مصلحة هذا الذي المصالح للشخص الأفراد تختلف وتتدافع ولا يمكن إرضاؤها نحن حينما نتحدث عن المصلحة نتحدث عن باب مضبوط المصلحة المرسلة باب درس وفيه كتابات وآخر كتب المصلحة ضوابة المصلحة البوطي هل قرأناه هل نرضى الآن يعصرنا أن نتحدث بكل شيء لا يتفق عليه المصلحة المرسلة علم وفيها شروط ومن شاء أن يرجع فليرجع إليها في مصادرها وفي كتبها وإذا هذه مصلحة يجب أن نقول به كثير من المصالح التي يراها الآن تراها بعد الشعوب وتتندفع بها إلى الهاوية تأخذ بالهاوية هؤلاء الذين يستعمرون الشعوب يجب أن نقررهم لأن مصلحة بأنهم يأخذون مواردها ويستغلون رجالها تأخذ مصلحة لا المصلحة بهذا المعنى لا يمكن أن يقول به أي عاقل إذن فنحن نعود إلى الأصول ونحتكم للأصول ونفهم الأصول أنا أقول لكم إن كل أصلين ونقول المغاربة الآن لنا الحمد لله هذا كل جميل جدا هذا النقاش جميل جدا لأنه فتح لأنه كنا في بعض المرات تفتح درسا لا يسمع وهو أحد الآن تسمح نقاش مفروض عن الإنسان أن يفهم مفروض عن الإنسان يشارك مفروض عن الإنسان أن يرد ولكن أن يقرأ فإذا قرأ كفين أمره نحن لا نقول بأنه يجب أن يوافق أنا أقول لك مراعاة الخلاف في المذهب المالكي هذا أصل من الأصول الكبيرة التي تفرعت عنه أحكام كثيرة الذين كتبوا فيه هو وحده كتب فيه علماء أصوليون ماذا يقصدون بمراعاة الخلاف هل هو الخروج من الخلاف خير من الدخول 16 لأصل المجال لا يتسعب لذلك أقول إننا الآن نؤكد هذه الحقيقة وهي العلم والذين يجلسون الآن في المساجد يكفينا الآن قضية الأشياء المائعة والأشياء الهلامية لا يجب أن نعلم الناس الحمد لله الناس صبح لهم ضرجة من التقبل والوعي والاستعداد للفهم لا نحتقر أحد أنهم يفهم شيء لا هذه العلوم الشرعية ندرس الناس في المساجد وسيتعلم الرجال والنساء وسوف ندافع بها عن أمتنا لأننا حينما نأخذ الأشياء هكذا مشوشة مضطربة نأخذ الصراعة يتكلم هذا يردع للأخير هذا لا يمكن أن ننتمي منه لا ينصنع به حضارة أبدا إذن فلابد من العلم ولابد أيضا من العلم بالخلاف العلم بالخلاف لا يعلم الخلاف ويعلم ماذا في المذاهب الأخرى وما هي مستندات أقوالهم لابد أنه يدخل معهم في نقاط لذلك كان الناس الكبار وبعضهم كان كان يدرس الفقه بالمذاهب كان يدرس الفقه بالمذاهب كلها ولم يكن يحدث ذلك أي إشكال لأننا نرد الأشياء إلى أساندها وإلى أدلتها وإحين تعايشت الأمة الإسلامية بالفقه هكذا لم يكن يحدث حتى يخرج أنا واحد يقول لا الناس اختلفوا الفقه والذين وسعوا لو كان كل إنسان يفتي من نفسه لكان عندك الآن عدد المذاهب بعدد أنفاس البشر أي كل واحد يعطي في تواكل الخلاف ضيق بالمذاهب معنا ما تفهم بالمذاهب المقلوب خلاف مثلا في القضية لأننا حينما أخذ الحلاف أساسا في قضية يمكن أننا جد في بعض الكتب في 36 قولا وإحنا معنا 36 مذاهب معنا ذلك أن هذه المذاهب اختصرت الخلاف وحافظت على المشترك معه والمسلمون ولله الحمد قد يكون الإنسان فقيها في المغربين ويدهب إلى هندي فيكون قاضيا بن بطوطة لم يكن المالك لأن هناك قواسم بين المذاهب والناس يمكنهم أن يعيش حيث عشرهم الخلافات الجزئية ولكنهم يتفاهمون وتعرفون هذا الواجب الذي هو الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يستمر ولكن يستمر بالعلم وبالمعرفة وبالرجوع إلى الأصول الآن الصيغة الجديدة والصيغة الجميلة التي نرى الآن وهو أن يكون هناك أن يكون هذا جزء من وظائف المجتمع المدني نحن نتحدث عن المجتمع المدني ما معنى المجتمع المدني المجتمع المدني يجب أن يؤنى بهذه المشاكل وأن يكون له نوع من تخص فمثلا الذين لهم في أوروبا مثلا اهتمامات بالبيئة هم مجتمع مدني يسمون الخضر مثلا يدافعنا البيئة هناك من يدافع عن قضية من الخضايا في المجتمع تعنيه ويتشكل لماذا لا يكون عندنا مجتمع مدني مثلا نحن في المغرب همه الأكبر أن يدعو الناس إلى القراءة ألا تستحق القراءة نحن الآن من آخر الشعوب قراءة نحن الآن نرى أن وجود الكتاب في حياتنا أصبح ضامرا المكتبات أصبحت تغلق وتفتح بدلها مطاعم ومقاهي هذه هي بالنسبة المستقبل شيء خطير المكتبات الكبرى لا تؤم إلا في بعض الظروف فقط لأنها شخصا ما مكلف بأن يحضر أو تروح مثلا يجب أن نجعل التقافة شيء حضر أنا الآن أسمع هؤلاء لأن يتحدثون عن أوروبا تعجب أن في أوروبا بعض الأشياء لا يجلبونها إلينا لا يجلبونها لا تعنيهم نحن نتحدث عن قيمة وعدد ما ينشر من الكتب وعن الثقافة وعن الاقتصال الثقافي في فرنسا مثلا والاكتبات كيف هي مبيعاتها ومنشورات مثلا بعض القليمار أو هذه تجارات ضخمة والناس يقرؤون الآن في أوروبا في لسان رمشون ديون يمشون يشوفوا بعض مرة في رحلات في لسان على طول لسان تجبرون دائما إلى الآن بعض الذين يبيعون الكتب المتلاشية معروف لبوكينيست لبوكينيست هذه ناس يبيعوا الكتب والأوروبيون عندهم من عاداتهم أن يشتروا منها نحن معنا لبوكينيست كانوا عندنا شيء وحدهم في شبع المدن مبقناش محتاجي للقراء يولد الناس علماء عندنا لا يحتاجون غير يخرج يهدر بحل البط كي يخرج مننا لا هذه نحتاج إلى مجتمع مدني يقوم بنشر المعرفة بتوزيعها بتوزيع دائرتها بإيصالها إلى الأماكن النائية لماذا لا تكون عندنا مناسبات وتظاهرات لتوزيع الكتاب ونشره وللمساعدة على الطبع بعض الكتب الآن كتبها يكتبوها الباحثون طلبها ولكنها لا تجد طريقها للنشر لأن مجتمعنا في هذه الجهة ميت غير موجود إذن فهذا الأمر المعروف يحتاج فعلا الآن إلى مجتمع مدنيين إما يحافظ يدافع عن حقوق المرأة هذا مجتمع ولكن يتبصر ولا يستمد أقواله من جهة أخرى ولا يأتمر بأمر آخر لأن هذه الأشياء حينما تسرب تكون لها آثار أخرى بعض الناس يتحدثوا في كل شيء نحسم بعض الناس كأن نقول هذا الناس ماذا يقولون في أسيا في أسيا قطئية في الدين أحد الناس يقول لك أنا لا أريد أن يكون عندنا هذا ما يسمعه هذا مدونة ما يبقى لها أصل بالشريعة هذا ما معنى إذا أردت أن تتزوج بأختك ما عليك ما هي المدونة مدونة تذكره كمثلا في غافي الفصول من يحرم من المرأة لا لا أختك من الرضائلات لا لا هيا في المدونة يقلعها أختك لا تحرم أمك الجمع بين الأختين الجمع بين المرأة وأمتها المرأة واختها كل هذا سنزولها لأنه سنزول الفقه لا يريد يدير أحد الله يعاونه معنى ما لم يتكلم حين إذن عن العدة من المرأة تلقت لهم تتزوج غدة هك ما كان شعبي يقول هذي مدونة مش يخصك مدونة يخصك شعب اللي يقول هكما يخصوش مدونة هذا رخصوش معنى ما رغالش في الكتاب رغالت في الأشخاص من يطبق لك مدونة من هذي من كلمة شرعية في المدونة الموجودة أكتم 80 مرة مذكورة نزولها كل شي كل شي حاجة فيها الشعب هذي ناس كاسية هذي مدميرات كاسية هذا الشي اللي يكون فيه تهور احنا دائما ضد التطرف ونسأل الإنسان المغربي انت عندك شي مزيلا ولكن ما يمكن لك شي تقول لي يجب أن تتزوج بالطريقة اللي رمي تكلم على الآن بلا عقد وبلا كذا وبلا كذا ثم هذا كله فوضى إذا تزوج بلا عقد لماذا تتمنع التعديد إذا كنت تتزوج لا لا التعديد إلا التعديد ولكن مزيلا شحال يكون عند الإنسان لما يكون العقد الضابط ها شحال يكون عند الإنسان من المرأة في حياته ها كيف ما يكون العقد تعرف شن هي علا علاقة الرضائية غير رضائية واش الزواج ماش رضائي الزواج العقد شعر في الرضا وتعبير بعض المرأة يقولون كلمات ما عنداش معنى كلمات هذا عقد رضائي واش المرأة يتزوج الناس الآن بالإكره حال وحد قال لنا لا بغى ندير عقد مدني ولو احنا نزوج عقد عسكري هذا غير هدرا خاوية ما عنداش لأن ما عندك حقيقة ما عندك حقيقة بالله عليك انت تزوج نزيل العقد الشرع نزول انت اتمنعني باش ندير مرة تانية وانت اتمنع انت يكون عندك خليلة وكان نش في نضبط حال ها هذا الأوروبيين لما قالوا كانوا يعرفوا واش يخدوا كانوا يخدوا الإنسان الآن تعرفون بالسياسيين وكذا ما عنده لحساب هذا هذي مرأة عقد والاخرى تقول لك مرأة في في الحديقة الخلفية للزوج وإلا تشوفوا هذا شوفوا في جميع من كازانوفان وانتم مجيين كازانوفان هو عبارة عن إنسان كانت له مغامرات وجمع المغامرات وكتبوا صلاة كتاب موجود من أكبر الكتب التي اشتريت في مكتبة في مكتبة ريشيليون بالملايرة وهو يحدث عن هذا كيف تضبطه باش ما يجعل القوانين واحد من المغلقوا عليه تتبقى وحدة من تمن التعديد لنا التعديد ما كرهناش ما نحن معافش كون يضربنا في التعديد والاخر لدي اللي احت ألف الله يعاون كن هذا كل شيء طبعا بالنسبة للشعوب الإسلامية ما يمكن شيء تمش فيها نهائيا وهذا جهد ضائع وإضاعة الوقت ولهت فلذلك أقول إننا لابد أن نغير المنكر وفي المنكرات الفكرية التي ليست مهضومة والأشياء المتعددة يجب أن يكون مجتمع مجتمعا حيا المجتمعات الأوروبية خصوص هي التي نظر إليها أكثر فيها هذه الحيوية ولذلك دائما تجدوا أن الإنسان في الغرب يساره ويشاهم في حفاظ على الأمن في سير الطرقات يتابع ويواجه الجريمة المجتمع للإنسان في أوروبا ليس سلبي نحن يقول لك شوف شي حاجات يدخل إستقراز كما يقول لك بمعنى أن أعطيت للمنكر أن سالمته وعطيته الفرصة لي توسع وليتمدد إذن هذه بعض الأشياء التي يمكن أن تكون فيها بين النساء أحاديث أخرى ويوسع هذا مبدأ عظيم لتقام عليه الأمة هذا ليس خاص بأن وجن إنسان يوم ما كان يعاقر الخمر في شيء لا هذه أسلوب حياة الأمة أنها تدافع عن المعروف وتقويه وأحسن تقوي المعروف هي بناء النموذج الصالح ونشر المعرفة لأن كل هذا لا لا يمكن أن يكون له أثر إذا ظلت الأمة أمية الأمية والجهل الأعدوان للإسلام فيجب أن نرفع من الناس ويجب أن هذا الوقت الذي يضاع الآن فيما هو تافي يجب أن يلقى فيما هو صواب فيما هو وعيد فيما يرق الإنسان وحين إذن اختار الإنسان بنفسه وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين